تحطرون غير منتظر لفريق شباب قسنطينة فوق أرضية ميدانه وأمام جمهوره عندما واجه أولمبي المدية الذي جاء من أجل تحسين وضعيته في سلم الترتيب البداية كانت لزوار في هذا الهجوم ورأسية بن نوح كانت بعيدة كل البعد عن مرمى سيدريكا الشباب يرد بعد ذلك في هذا الهجوم لكنه أخلط هنا بين السرعة وتسرع نلعب الدقيقة الحادي عشر الشباب يوصل الضغط على مرمى العمراوي ويتمكن عودية من تسجيل هذف السبق بعد أخذ ورد في منطقة العمليات هذف نسعد كثيرا أنصار الشباب بعد ذلك بالعمير في عام الفرر يسدد لكن الحارس العمراوي يبعدها إلى رقنية آخر محاولة في هذا الشوت كانت ترأسية زعلاني هذف نسفر كانت نتيجة المرحلة الأولى الشوت الثاني من المباردة خله رفاق بالعبيري من أجل تسجيل هذف الأمان والإتمئنان لكنهم لم يتمكنوا من ذلك رغم محاولات بن عيادة وبالعميري في هذه التسجيلة وذلك بفعل غياب الفعالية أمام مرمى العمراوي نلعب الدقيقة التسعة والستين ومن رقنية يتمكن اللعب سعده بعد خطأ من سيدريك من تعديل النتيجة لتصبح هذف في كل شبكة الزوار لم يكتفوا بذلك وهددوا مرمى سيدريك عن طريق اللعب عددي وكان بإمكان الشباب إضافة الهذف الثاني لو استغلب الخير هذه الكرة السانحة اللقاء توقف بعد ذلك لفترات والحكم عوين أشهر البتاق الحمراء في وجه الحارس البديل أسرير الشباب وصل الضغط على مرمى العمراوي لكن كل كراته كانت عقمة بقيت اللقاء لم تحمل الجديد مع دا بطاق حمراء للحارس العوامري بعد تلقيها الإندار الثاني عوض هو اللعب بخنشوش في حراسة المرمى كان ذلك ثواني قبل نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل تعادل بطعم الهزيمة بالنسبة للمحلين زمن لم تحمل الهزيمة بالنسبة للمحلين اليوم PRES FROM المرور ―